كل يمعا بس أنا وفريقي نتيمع في نفس المكان سنة ما تصار نزين وكل واحد أنه يعني المفروض يبويه أكل نزين وأهم شي أنه يكون أمية وجبة على الأقل أمية وجبة وعقب أنه بس نروح ونوزعهم على الفرجان وحبينا نرسل رسالة من هذه المشروع نفسه أن الأمور في الحياة ممكن أنها يصير بدون ما تكون هي أمور مادية هذه المشروع بدأناه بتكاتف مجتمعي نرفض أن نستلم أي مبلغ من عند الشخص ومشاركته تكون مشاركة باللي هو يقدر يجيبه ويكون معان عضو في نفس اليوم يوزع معان على الأسر المحتاجة الوجبة وتكون هي وجبة كاملة ومع استمرارنا في هذا المشروع حبينا أن نحن نحول هذا المشروع إلى ثقافة ثقافة يتبناها الشاب البحريني اليوم هو مبادر بكرة هو رح يكون مؤمن بهذه الفكرة ورح يطور منها ويعطيها حق الشاب في الجيل القادم بهذه الطريقة احنا قمنا وعملنا مجتمع واعي متكاتف لما الشاب يوزع هذه الوجبة على أي منزل كان أو من البيوت الموجودة في القرى يحرص على شيء واحد وهو في تمثيله ما يمثل لا جمعية ولا يمثل شخص وإنما لما يعطي هذه الوجبة اللي هي وجبة الغداء يقول حق الناس ها احنا جيرانكم وهذه وجبتنا والسلام عليكم يخلي الناس والطرف الثاني يكون متقبل حق هذا العطاء وثقافة العطاء هذه اليوم تركيزنا أن نحن نبني جيل جيل واعي متكاتف يخدم ويستمر في عملية التنمية المستدامة الصحيحة الغيروقتية